وللحديث عن قمة العشرين ينضمعنا في الستوديو رايس مجموعة العمال التونتي في مجموعة العشرين المهندس ناصر الجريد أهلا بك مهندس ناصر مساء الله خير أهلا ومرحبا فيك مهندس ناصر دعنا نتحدث في البداية عن دور رئاسة المملكة في تطوير أجندة مجموعة العمال خلال هذه السنة سنة الرئاسة الإيطالية طبعا جميعنا يعرف العام الماضي كانت تنظيم المملكة لقمة العشرين كانت ناجحة ومنقطعة النظير خصوصا أنها عقدت في فترة كانت العالم يمر بأزمة كبيرة أزمة الكوفيد ناينتين ولكن ولله الحمد بالقيادة الرشيدة وحرصها على أنها تعقد هذه القمة عقدت أول قمة لمجموعة العشرين عن بعد وكانت لنتائجها صدى كبير ما بين الدول العشرين كان من أبرز النقاط التي انتقلت من ملف تنظيم المملكة إلى هذه السنة في تنظيم دولة إيطاليا ملف الديون وما تكلم عن دول فقيرة والخطة ومتابعتها التي اقترحت خلال تنظيم المملكة في العام الماضي ومتابعة تنفيذ هذه الخطة فيما يخص معالجة الديون للدول الفقيرة ولعل أبرز ما ذكر في توصيات أيضا ما تبنته المملكة فيما يخص التوزيع العادل للقاحات وتوفيرها للجميع جميل أبرز المحاور عمل مجموعة العمال في الرئاسة الحالية وكذا كموضيع التي تمت مناقشتها في هذه الرئاسة كما تعلم مجموعة العمال هي مجموعة تعنى بكل قضايا الخاصة بالعاملين وكان العام الماضي عندما ترأسنا هذه القمة كنا حريصين على أن يكون دور عمال مملكة بارز في وضع التوصيات الخاصة بعمال دول العشرين وهذا ما تم لله الحامد وتم نقل جميع التوصيات التي أقرها مجموعة العمال إلى القادة العام الماضي وتم تبني حقوق العمال وتوفير الفرص العادلة للجميع في التوظيف وأيضا ما شهدنا نحن في قمتنا السنة هذه في إيطاليا كعقدس في يوم 27-28 أكتوبر تم التطرق لكل النقاط والتوصيات التي رفعناها في المملكة وكان من أبرزها توفير فرص عمل عادلة للجميع أيضا توفير فرص صديقة للبيئة وتوفير الانتقال العادل إلى هذه الوظائف الحديثة أيضا إلى مستقبل العمل وتطرقنا إلى ما يخص توظيف وتوفير الفرص الوظيفية للنساء والشباب وكان لجميع الملفات التي أخذناها معنا إلى إيطاليا دور كبير في التوصيات النهائية التي ترفع إلى القادة هذا العام جميل كيف يمكن تحفيز الإجراءات الوطنية الدولية في سوق العمل في ظل هذه الإجراءات والعمل في مجموعة العشرين السوق العمل في هذا العام هذا والعام الماضي يمر بأزمة كبيرة على مستوى العالم الأزمة لا تعني دولة معينة أو حتى دول العشرين فقط حتى دول العالم بشكل عام أثرت عليها الأزمة وأبطأت من التسارع الاقتصادي وهذا أثر كثيرا على الفرص الوظيفية وعلى العمال وعلى أيضا الاقتصاد بشكل عام ولكن الإجراءات التي تبنتها كثير من الدول وعلى رأسها المملكة العربية السعودية فيما يخص إتاحات الفرص الحديثة إتاحات فرص المستقبل ونسميها وظائف المستقبل وتبني تأهيل وتوفير الفرص لجميع العاملين وأيضا تأهيل العاملين حتى يدخلون في هذا المجال الآن الاقتصاد الأصبح اقتصاد رقمي كثير من الدول المتقدمة بدأت تنطلق وتتجه إلى توفير هذه الفرص لعاملينها الدول الأخرى التي ستتأخر في وضع هذه الخطوات وسرعة إنجاز التأهيل المهني الخاص بهذه الوظائف ستكون متأخرة لذلك رأينا مثلا دول العشرين في الغالب أغلبها دول غنية وأغلبها تبنت هذه الفكرة ولذلك المملكة كانت من تنظيمها العام الماضي وهي تؤكد على أهمية إيجاد فرص عمل للمستقبل وإيجاد فرص للجميع أشكرك المهندس ناصر الجريد رئيس مجموعة العمال في التونتي في مجموعة العشرين شكرا جزيلا لك شكرا لك